اشتركوا في القناة ما لأ الدنيا بها أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء أي نور أبدي ما لأ الدنيا بها أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء أنت يا خير البشر من له شق القمر أنت يا خير البشر من له شق القمر يا شفيعا للبرايا يا جوادا يا أبر أنت حررت الظروب أنت نورت الظروب أنت حررت الظروب أنت نورت الظروب كم بهديك للمعالي ترتقي لكل الشعور أي نور أبدي ما لأ الدنيا بها أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم تحدثنا كثيرا عن المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام وكانت حلقاتنا الأخيرة تحدثنا بها عن لطفه وسماحته ولين عريكته وعن مزاحه وكيف كان الناس يعني يستمتعون بالمخالطة مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لا يعني أنه ما كان يغضب كان يغضب لكنه كانت له علامات سبحان الله يقولون إذا سره أمر استنار وجهه كأنه القمر وإذا غضب احمر وجهه ما كان يصرخ ما كان ينفعل صلى الله عليه وسلم طبعا كان ما يغضب إلا لأمر من أمور الدين أما أمور الدنيا ما يغضب عليها وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه يعني تغير وجهه ما كان يسيء للأمامه ما كان يصرخ ما كان ينفعل وإذا أصابه هم صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم كان له حالات لطيفة جدا تعرفون أحيانا صير معركة قادمة ولا مشكلة بين المسلمين فيقولون إذا أصابه هم كان يكثر من مس لحيته أو كان يضرب بإبهامه الأيمن كفه الأيسر فكان هذا يعرفون أنه عنده هم شاغ البال قائد جيش لكنه كان يعيش بين الناس كان من ألين الناس عريكة كان يقولون عنه متواضعا التواضع هو كما يقول الغزالي تنزل بالنفس من غير ابتذال يعني من غير ما يهين نفسه ومن غير ما يذل غيره وعكسه طبعا العجب والكبر الكبر إن الإنسان يعني ليس فقط معجب بنفسه وإنما يتعالى على الآخرين يتعدى الأمر للآخرين أما المعجب بنفسه فمعجب بنفسه بدون أن يهين الآخرين وكلاهما سيئ وإذا كالله سبحانه وتعالى نهى عن التكبر وعن العجب بالنفس يقول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا ويقول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس تصعر خدك يعني ترفع خدك تتكبر عليهم واقصد فيه مشيك واغضض من صوتك يعني التواضع تنازل وأول معصية كانت في الكون هي التكبر ألم يعصي إبليس الله عز وجل لما أمره أن يسجد لآدم فرفض لماذا رفض قال أهنا خير منه بينما النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في التواضع يروي لنا البراء رضي الله عنه يقول يوم الأحزاب يوم معركة الخندق لما كانوا الصحابة يحفرون الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفروا معهم وكان ينقل التراب معهم وقد وارى بياض التراب بياض بطنه وكان صلى الله عليه وسلم يعني لما بنوا المسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بناه النبي صلى الله عليه وسلم معهم وكان يحمل معهم الحجارة كانوا يعني كل واحد فيهم مستعد أن يفديه بنفسه لكنه صلى الله عليه وسلم كان يرفض كان يرفض أن يتميز عنهم يقولون عنه كان يلبس الغليض ويركب الحمار ويمشي في الأسواق وكان صلى الله عليه وسلم يعني متواضع إلى درجة يقولون كانت في امرأة يعني مجنونة ماهو شبه مجنونة يقولون في عقلها شيء فتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أريد أن أحدثك فيقول لها يا أم فلان ويمد إيده خذي في أي طريق شئت يقومي فيه حتى أقوم معك فتجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرف الشارع وتقعد تتكلم معه ويتكلم معها بل أكثر من هذا يقولون كانت الوليدة يعني الطفلة الصغيرة من ولائد المدينة تجيء فتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وتذهب به حيث تشاء كان يعيش مع الناس يسلم على تبت ذلك يسلم على النساء ويسلم على الصبيان كل هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا جاءوا إلى المدينة ودخلوا المسجد النبوي يرون مجموعة من الناس جالسين من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم جالس بينهم ليس له ملابس خاصة وليس له مكان خاص وليس له تميز عنهم فيأتي الغريب يقول أيكم محمد هذه أيكم محمد التي تكررت فيها حديث كثيرة تدل على ماذا تدل على تواضع على عدم تميز وكان تواضعه هذا لا يزيده عندهم إلا إجلالا واحتراما يصف الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصف في حديث واحد جملة تصرفات تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا كيف كان يعيش كإنسان صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلف الناضح الناضح هي الناقة التي تسقي الماء فكان يأتي بالعلف ويطعمها النبي صلى الله عليه وسلم ويعقل البعير يربط البعير بنفسه واسمعوا اسمعوا ويقم البيت يقم البيت من القمامة يكنس البيت صلى الله عليه وسلم يا رجال يا من تكبرتم يعني بعض الرجال يأتي من الشغل يقعد على الكنبة ويعطي اواما يا ام فلان اعملي كذا حطي الغدب يا شاهد ما عنده اي مساعدة في اعمال البيت يعني ملك زمانه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يقود دوله ويقود ديوش ويعلم امه ويبني رساله ويصنع تشريع لهم ويعلم ويقضي ويحكم كان يقم البيت وكان صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه وكان يحلب الشات هو يحلب الشات وكان يخصف النعل يصلح النعل اذا انقطعت ويرقع الثوب واسمعوا ويأكل مع خادمه اذا صار في مناسبه اهلا مهم موجودين وكان نادى الخادم جلس معه وكلوا اياه وكان يطحن عن الخادم اذا تعب الخادم ويطحن عنه اذا تعب وكان يشتري الشيء من السوق بنفسه ويحمله بنفسه الى بيته والناس كلها مستعدة تبديه وكل من يأتي يريد ان يحمل عنه والنبي صلى الله عليه وسلم هو يحمله بنفسه وفي الحديث نفسه ويصافح الغني والفقير والكبير والصغير ويسلم مبتدعا على كل من استقبله اي واحد امر عليه هو الذي يبدأ بالسلام من صغير او كبير واسود واحمر وحر وعبد كلهم يبدأهم من نبي صلى الله عليه وسلم وسافر يوما ومعه طبعا مجموعة من الصحابه فنزلوا في منزل فارادوا ان يعني يرتبوا امورهم ويعدوا الطعام فواحد قال انا علي ذبح الشات واحد قال انا علي سلخة واحد قال انا علي الطبخ واحد بدأوا يوزعوا الاعمال بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعلي جمعوا الحطب جمعوا الحطب كان اصعب مهمة في صحراء وين تلقى خشب لازم تمشي مسافات طويلة عشان تلقى شوئة خشب وتحمله قالوا يا رسول الله احنا نعمل اغابدا انا علي جمعوا الحطب فبينما هم يسلخون ويذبحون ويعدون كان هو يذهب يمشي مسافات يجمع لهم الخشب صلى الله عليه وسلم وكان لما يلح عليه كان يرفض ويقول قول شهيرة كان يقول اكره ان اتميز عليكم اكره ان اتميز عليكم صلى الله عليك وسلم يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى التواضع في منتهى التواضع يعني يأتي رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقفز يريد ان يقبل يده فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفض ويقول انما انا رجل منكم يحمل اغراض يأتي واحد يريد ان يحمله فيرفض يقول صاحب الشيء احق بحمله و في الحديث ان احد الصحابة كان اراد ان يذبح شات يقول فاخذت اذبحه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يساعدني يقول فامسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له قولة عظيمة يقول ان الله قد اتخذني عبدا قبل ان يتخذني نبيا كان يتشرف بكلمة انه عبد الله وذلك الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يكرمه في القرآن الكريم في اجل المواقف ماذا سماه سماه عبدا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى طهره الله تعالى من رجس يهود في هذا الموقف العظيم الاسراء والمعراج الذي وصل فيه الى منزل لم يصلها اي نبي مرسل او ملك مقرب سماه عبدا وفي الموقف الذي ارسله فيه الى الجن كل نبي ارسل الى قومه والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى الانس والجن سماه عبدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كاد اي الجن يكونون عليه لبدا فكان يتشرف بانه عبد ولذلك كان يحب ان يعيش كالعبيد بل كان صلى الله عليه وسلم يعني تواضع شيء غريب تعرفون في ذلك الوقت يعني لما الناس تسافر ويريد الواحد يغتسل مثلا اين يغتسل فكانوا يعني يبحثون عن زاوية خيمة ولا كذا لكن ما زال المكان مكشوف فكان واحد يستر الاخر يضع الى ستار ويغتسل من وراءه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وستره حذيفة وقف يغطيه عساسي يغتسل فلما انتهى قال له الرسول عليه وسلم دورك قال يا رسول الله ابحث عن غيرك يسترني قال ابدا حاول حذيفة بكل ما استطاع ان يغير هذه المسألة ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم وأصر ووقف النبي صلى الله عليه وسلم مالك ماسك الستار يستر حذيفة وحذيفة يغتسل وحذيفة في منتهى الخجل ان الذي يحمل له الستار النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدولة النبي عمل له الستار كان صلى الله عليه وسلم هكذا حياته يعني ما فيها عقد ما فيها تكبر شي عادي بسيط كان يركب اي شيء يلقى بعض الناس اليوم لازم سيارة فخمة من افخم ما يمكنها كان صلى الله عليه وسلم يركب اي شيء متيسر ما عنده حرج وكان يردف حوله معه الغلمان عدة مرات ثبت هذا اردف معاذ ابن جبل واردف الفضل ابن عباس واردف كثيرين ما عنده مشكلة وينام اي مكان ما عاب مضجعا قط وكان اذا ذهب الى مكان فيه الصبيان تعرفون انتوا الان الصبيان لو يشوفون استاذهم يهربوا كانوا اذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ركضوا نحوه يتعلقوا به وكان هو الذي يتلقاهم وكان يرفعهم ويحملهم يحبون لانهم يتواضع لهم ويعيش معهم كان يقبل الهدية وكان يجالس الفقراء ويجيب الدعوة العزيمة من حر وعبد يعني مواقف كان يلبس ما تيسر يبحث عن النظيف الجميل لكن اذا ما وجد حتى لو مرقع يلبس ولا يعرف له مكان خاص ومجلس خاص واصحابه يعني يتناشدون الشعر بين يديه هكذا كان بين اصحابه صلى الله عليه وسلم اذا يعيش حياة طبيعية لكن طبيعية بدون عقد يعني بعض الناس اليوم رجالا ونساء لازم لبس معين وسيارات معينة وطريقة معينة في المشي وجلسة معينة في مكان الطعام عقدون الحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياته كانت في منتهى البساطة كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يمازح اصحابه وكان يمرح مع زوجاته ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من احدى الغزوات فلما مشت القافلة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم قال لهم اسبقوني استغربوا قال تركوني مع عائشة رضي الله عنها كانت معه في القافلة فسبقته القافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعدوا التفت اليها قال هت سابقيني فقال هت سابقك فبدأ الجري بينها وبينها سيدة عائشة في ذلك الوقت صغيرة يعني عمرها 14 سنة 15 سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قريب من الستين فسبقته سبقته بعد ثلاث اربع سنوات تقول سيدة عائشة فأيضا مرة اخرى كنت معاه في قافلة وكان هو كبر لكن تقول انا في هذه الوقت سمنت يقول يعني بدنت فناداها قال لها مشها القافلة قال لا تسابقيني فقالت اسابقك تقول فسبقني لما اخذني اللحم فضحك ورجع يضحك ويقول لها هذه بتلك سبقتيني مرة سبقتك مرة تخيلوا لان هذا رجل في الستين من عمره قائد دولة نبي مرسل ويمازح زوجته اللي عمرها 17-18 سنة بهذه الطريقة وكان يحبها حبا شديدا وكان تحبها حبا شديدا من لا يحب مثل هذه الاخلاق وهذا التعامل كان صلى الله عليه وسلم يأبى ان يعامل معاملة خاصة يعني وذلك يعني كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل على اصحابه طبعا كلهم يريدوا ان يقوموا فيأمرهم قال لا تقوموا لا تقوموا لا تقوموا لي كما تقوموا الاعاجم لملوكها وقال قولة قال من احب ان يتمثل الناس له وقوفا فليتبوى مقعده من النار طبعا هذا لا يعني انه حرام ان نقف لانسان ثبت ان الصحابه وقفوا لما جاء سعد ابن معاذ يحكم في قضية البني قريضة النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم قاموا في مواقف لا معنى عنه لكن الحديث هنا يتكلم عن من احب ان يقوم له الناس في بعض الناس يعني لو ما قوموا له الناس يصير قضية ومشكلة هذا يحب ان يجلس والناس واقفة هذا الذي يتبوى مقادمنا اما انه ندخل مجلس والناس تقوم هذا امر طبيعي وكان الصحابه يفعلونه وكان اذا سافر احيانا ما عندهم يعني دواب كافية ففي احدى الغزوات كانوا كل ثلاثة يتناوبون على بعير واحد واحد يركب واثنين يمشون بعد فترة ينزل والثاني يركب والباقين يمشون وهكذا فحدث انه في احدى المعارك كان يتناوب في الركوب مع علي ابن ابي طالب ومرثد ابن ابي مرثد رضي الله عنهما فلما جاء دوره ينزل ودوره علي يركب قال يا رسول الله دوري لك ومرثد قال وايضا انا دوري لك خلينا نمشي ونتركب قال لا ما انتما باقوى مني اسمعوا اسمعوا وما انا باغنى عن الاجر منكما تواضعوا عباد الله تواضعوا يرفعكم الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اوحى لي ان تواضعوا من تواضع لله رفعه هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم ان شاء الله نتحدث عن اخلاق اخرى للرسول الانسان ومنها الصبره وتحمله على الاذى صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله اي نور ابدى ملأ الدنيا بها أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء أي نور أبدي ما لأ الدنيا بهاء أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء أنت يا خير البشر من له شق القمر أنت يا خير البشر من له شق القمر يا شفيعا للبرايا يا جوادا يا أبر أنت حررت الظروب أنت نورت الظروب أنت حررت الظروب أنت نورت الظروب كم بهدي أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان اشتركوا في القناة